إذن عكس الاعتقادات السائدة فإن إفريقيا في المجمل ليست قرى مراكزة على المشروبات الكحولية مقارنة بالدول الأوروبية وعليه تقوم المنظمة العالمية للسحة بمراقبة تطور استهلاك الكحول في العالم والذي تقيسه على أساس لترمن الكحول نقيس نويا وكذا عدد الأفراد الذي يتجاوز سنهم 15 عاما حيث جاءت الغابون الأولى على رأس قائمة دول إفريقيا بمتوسط 9.01 لتر من الكحول النقي سنويا تليها نيجيريا بـ 8.9 لتر بعدها أغندا بـ 8.33 لتر فيما تتذيل القائمة كل من الجزائر ما قبل المرتبة الأخيرة والنيجير في المرتبة الأخيرة للمقارنة فقط يستهلك السكان الأوروبيون ما يتراوح ما بين 10 إلى 12 لتر من الكحول النقي سنويا